اشتركوا في القناة في البداية يا أبنائي الوفود هم الجماعات أو المجموعات من الناس التي كانت تأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة المنورة لأغراض عديدة إما للدخول في الإسلام أو لأخذ العهود والمواثيق أو للتعرف على الإسلام أو للسؤال على النبي صلى الله عليه وسلم كل هذه وفود كانت تأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة وكان من هديه إكرام هذه الوفود فنتعرف على مظاهر إكرام الوفود أولا ملاطفتهم ومؤانستهم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أتاكم أهل اليمن هم أرقوا أفئدة وألينوا قلوبا الإيمان يمان والحكمة يمانية وهذا من باب ملاطفة النبي صلى الله عليه وسلم لوفد اليمن الذي وفد إليه صلى الله عليه وسلم الأمر الثاني إكرامهم جعل النبي صلى الله عليه وسلم نصف ما تنتجه خيبر ليطعم به وفوده وضيوفه كذلك من إكرامه أنه خصص للضيوف والوفود دار وهي دار رملة بنت الحارث رضي الله عنها وكان يسكن بعض الوفود في المسجد وخاصة عندما جاءه وفد ثقيف وهو ما زال على كفر فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يسكنهم في المسجد حتى يكون ذلك دافعا لهم ويرقق قلوبهم إلى الدخول في الإسلام أما عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الوفود أيضا فكان يقدم لهم الهدايا والجوائز وأوصى النبي صلى الله عليه وسلم قبل وفاته بذلك فعن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال أوصى عند موته أي يقصد النبي صلى الله عليه وسلم وقال وأجيز الوفد بنحو ما كنت أجيزهم أي أعطوهم الهدايا والجوائز فبنحو ما كنت أجيزهم أي بقريب منه وكانت جائزة الواحد على عهد النبي صلى الله عليه وسلم أوقيه من فضة وهي أربعون درهما ننتقل الآن إلى نشاط يقول أكتب خمس عبارات تدل على ترحيبي بالضيوف هذه العبارات نحن نحفظها جميعا منها هلوغلا يا مرحبا حياكم الله أهلا وسهلا كل هذه عبارات نحيي بها الضيف إذا أتانا إلى البيت نشاط اثنين يقول أبين كيف يكون الكرم في الحالات الأتية شخص لديه قطيع من الغنم وحل به ضيف ماذا يفعل؟ أبسط شيء أن يقوم بذبح أحد أو إحدى غنماته ثم يقدمها للضيف يقدم له ذبيحة رجل لا يوجد عنده إلا شاد حلوب يستفيد من حليبها في إطعام أولاده ماذا يفعل إذا جاءه ضيوف؟ يقوم بتقديم بعض الحليب يعني يشاطر أولاده والضيوف في الحليب شخص قادم عليه ضيف وهو مجغول أو لديه موعد في الخارج يعتذر إليه أو يعتذر منه ويؤجل الموعد حتى يستطيع أن يستقبله في بيته بالترحاب نشاط ثلاثة يقول أجمع أكبر عدد من الأفكار لتقديم خدمة أفضل لوفودي وطني في الحج والعمرة المملكة تستضيف الحجاج من كل أنحاء العالم ماذا تقترح لتستضيف هؤلاء الحجاج وتفيدهم؟ كثير من الأمور منها أن يكون هناك فريق مكنن لمتخصص في اللغة الإنجليزية يستطيع أن يتعامل مع غير الناطقين باللغة العربية ويترجم لهم المشاعر كذلك مشروع سقيا الماء نوزع الماء على الحجاج مجانا من ماء زمزم كذلك لتقديم حقيبة الحج فيها بعض الأساسيات التي يحتاجها في الحج هذه كلها اقترحات يا أبنائي ونستطيع أن نضيف عليها اقترحات أخرى كثيرة ننتقل إلى نتعلم لنعمل ماذا نتعلم من هذا الدرس؟ أولا أدعى أصدقاء للعشاء فهذا من باب إكرامي الضيوف كذلك ألاطف ضيوفي وأقدم لهم أطيب ما لدي ننتقل إلى التقويم السؤال الأول يقول أبين لما أنزل النبي صلى الله عليه وسلم وفد ثقيف في المسجد قلنا أنه كان هذا الوفد ما زال على كفر فأراد أن يكون ذلك ترقيقا لقلوبهم ليدخلوا في الإسلام السؤال الثاني أكمل الفراغات بما يناسب من أمثلة ملاطفة النبي للوفود الحديث الذي روى أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم عندما تكلم عن وفدي اليمن قال أتاكم أهل اليمن أرقوا فئده وألين قلوبا الإيمان يمان والحكمة يمني خصص النبي صلى الله عليه وسلم لوفوده دارا لينزلوا بها وهي دار رملة بنت الحارث رضي الله عنها هكذا يا أبناء نكون انتهينا من هذا الدرس وننتقل إن شاء الله في درس قادم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته